بدأ أعضاء الحكومة ومجلس النواب التوافد إلى سيئون عاصمة وادي حضرموت لحضور جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الجمهورية وسيكون حاضرا لرئاسة جلسة الافتتاح مطار سيئون الدولي كان قد استقبل اليوم عددا من أعضاء البرلمان قدموا على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية ومن المتوقع أن يصل بقية الأعضاء تباعا قادمين من القاهرة وكوالا لنبور وغيرهما وفقا لمصدر في البرلمان فإن النصاب سيكتمل بأكثر من النصف رغم تردد أنباء عن رفض بعض الأعضاء التحاق بزملائهم في جلسة سيئون ورغم حالة التشديد التي فرضها الإنقلابيون على البرلمانيين الموجودين في مناطق سيطرتهم تحت الإقامة الجبرية في الاتجاه الموازي وصل إلى سيئون أيضا رئيس الوزراء معين عبد الملك رفقة عدد من الوزراء وبحسب وكالة سبا فإنه من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة أمام البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 وذلك تمهيدا لاستهمال الإجراءات الدستورية والقانونية لأجل إقرارها التئام جلسة البرلمان سيكون خطوة نوعية ومفصلية في مسار تفعيل المؤسسة التشريعية إضافة إلى كونه تحركا يتياوز المشاريع السلالية والفئوية الانفصالية التي تهدف لإضعاف وتفكيك مشروع الجمهورية الاتحادية من جديد تؤكد حضرموت أنها حاضرة اليمن وحاضنة مشروعه الاتحادي بحرص سلطتها المحلية على تهيئة كل الظروف لإنجاح عقاد يلسة البرلمان شكرا